تواصل قوات الاحتلال الصهيوني وجماعات استيطانية اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى المبارك في محاولة منهم لفرض معادلة بالغة الخطورة في المناطق المحتلة بالتزام مع الاقتحام اندلعت مواجهات في منطقة باب الأصباط في البلدة القديمة المؤدية للمسجد الأقصى أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين حيث لم تتورع قوات الاحتلال في استخدام جميع الوسائل القمعية ضد المصلين والمرابطين سواء القنابل المسيلة للدموع أو القنابل الصوتية والدخانية والهروات وحتى الرصاص الحي دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس دانت الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى وكشفت أن 545 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات ضمت كل مجموعة عشرات المستوطنين بحراسة عناصر من شرطة الاحتلال وتقديرا لخطورة التصعيد دعت منظمات وهيئات إسلامية إلى الرباط والاعتقاف في المسجد الأقصى لصد اقتحامات المستوطنين الصهاين للمسجد مؤكدة أن أي مساس واعتداء وتدنيس للأقصى هو اعتداء على كل مسلم حر الشيخ أكرم صبري خطيب المسجد الأقصى طالب السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها ودع الدول العربية والإسلامية لنصرة الفلسطينيين وحماية الأقصى اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى تطور خطير وتدنيس للمقدسات واعلان حرب من الاحتلال الذي يحاول الاستفراد به والسيطرة عليه الأمر الذي يستلزم تدخلا فوريا من جميع الجهات الدولية والإسلامية لوقف العدوان الصهيوني على المسجد المبارك ترجمة نانسي قنقر